السلام عليكم متتبعي قناة التعليمية في هذه الواحدة الخامسة سوف نحاول ان شاء الله انتاج مطوية تحسيسية حول الوقاية من جائحة كورونا كوفيد 19 سوف نعتمد في هذه المطوية ان شاء الله على مطويات وزارة الصحة ومطويات وزارة التربية الوطنية وبعض الاشهارات هنا عندنا مجموعة من المطويات حول هذا المرض كما تشاهدون في موجودة في الانترنت يمكننا ان نقوم بتحميلها المحور اول تعريف الامراض المعدية مفهوم الامراض المعدية فهي الامراض التي تنتقل من شخص الى اخر او الى مجموعة من الاشخاص او من حيوان او بسبب تناول احد اصناف الطعام الملوثة او بسبب التعرض للعوامل البيئية التي تحتوي على هذه الاجسام بعض انواع الامراض المعدية فهناك امراض الايدز حمى الضنك الحسبة الحمى الشوكية انفلونزا الطيور والتحصين والامراض المنقولة بالنواقل وداء الضرن او السل وهناك امراض كثيرة معدية تعريف جائحة كورونا اسم كوفيد 19 هو الاسم الذي اطلقته منظمة صحة العالمية للفيروس المسبب لمرض الالتهاب الرئوي الحاد والمعروف باسم كورونا والذي اعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو سلالة جديدة من فئة فيروس كورونا ويتسبب في مرض معد يصيب الجهاز التنفسي ويمكن ان يؤدي الى مضاعفة وخيمة في بعض الحالات وقد تم تشخيصه في مدينة ووهان بالصين في اواخر دجمبر 2019 مكان ظهورها وانتشارها في العالم تفشى المرض للمرة الاولى في مدينة ووهان الصينية في اوائل شهر ديسمبر دجمبر عام 2019 اعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا في الثالث من يناير ان تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي واكدت تحوله الى جائحة في اليوم الحادي عشر من مارس الاجراءات الويقائية التي اتخذتها دول العالمين ومن بينها المغرب فهناك عدة اجراءات واهمها هي منع الصفر واغلاق الحدود البرية والرحلات الجوية بين الدول ضوابط اجتماعية واسعة النطاق مثل تعليق التعليم الخاص والعام وحظر السفر والتجمعات الكبيرة واغلاق المقاهي والمطاعم والحمامات العمومية والساحات العمومية ايضا وتعليق الصلاة في المساجد في العادة مثل هذه الخطوات كانت لتكون مثيرة بالجدل بشكل كبير خاصة وان السلطات المغربية واجهت اعتراض اجتماعيا متناميا في الاشهر الاخيرة بذلا من ذلك كان لها تأثير معاكس مما عزز مكانة وشرعية الحكومة المغربية الوصلات الاشهارية لمحاربة الوباء فهي كثيرة صدرت عن وزارة الصحة وعن وزارة التربية الوطنية تقريبا جميع القطاعات صدرت وصلات اشهارية للدعوة على احترام مسافة الامال واستعمال المعقيمات والكمامات هنا سوف نتقاسم معاكم هذه الوصلات الاشهارية كما تلاحظون مجموعة من الملصقات والوصلات الاشهارية نجدها في الاماكل العامة وفي المؤسسات العمومية وفي المدارس ايضا الحمالة التحسيسية واهدافها الحمالة التحسيسية قامت بها مجموعة من الجمعيات النشطة في المجتمع المدني وكذلك السلطات المحلية كانت تتجول في الشوارع وتقوم بتشجيع المواطنين على ارتداء الكمامات وتقديم النصائح للبقية من انتشار هذا الفيروس كما قامت مجموعة من المؤسسات بحملات تحسيسية لتحسيس التلاميذ بخطرة هذا الفيروس وايضا على المستوى التلفزي فكانت هناك مجموعة من البرامج واهمها برنامج الذي كان يقدمه المرحوم صلاح الدين الغماري رحمه الله حول تحسيس المواطنين بخطرة هذا المرض اذا المطلوب مننا هو اعداد الملصق فالطريقة فهي بسيطة جدا نستعمل ورقة بيضاء او مسطرة ثم نبدأ بكتابة العنوان مطوية تحسيسية الوقاية من جائحة كورونا كوفيد 19 ونقوم بارساق مجموعة من الصور فهي موجودة في اي مكان او نقوم برسمها تتعلق بالوقاية من الاصابة من فيروس كورونا سواء تتعلق بغسل اليدين او عدم التصافح او ارتداء الكمامة العطس او التباعد الى غير ذلك من الاجراءات التي تهدف للوقاية من الاصابة من فيروس كورونا وبالتوفيق لكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة